أيها الأخوات والأخوات السلام عليكم ومرحبا بكم في هذا اليوم الجميل أتمنى أن تكونوا بخير وسعيد بلقياكم تحية لجميع المعتقلين تحية لأي إنسان معتقل على خلفية حرية الرأي أو حرية التعبير تحية لكل مغربي غيور على وطنه وشعبه الموضوع اللي غادي نحضره في هذا النهار وهو الخبار اللي خرج مؤخرا خرجاته صحيفة أمريكية أو جهازة أمريكية اللي هي ديفانس نيوز يعني مكلفة هذي يخزيلها الجديدة هو بيع الأسلحة وكنت تكلم عن أنواع الأسلحة والتقنية الجديدة وكل ما يهم هذه الأسلحة الخبار اللي خرج هو يقولك أن أمريكا يعني صادقت على أنها تبيع المغرب قائرات الأباتشي للتمن ديالها هو أربعة ديال المليون دولار فاصيلة 25 ربعات ديال المليار دولار رمكا تتحسبش ربعات المليار ديال الدولار رها بزاف الفلوس ربعات المليار ديال الدولار سلسوا على أي إنسان على وجه الأرض غادي اتشدوا الصخفاء غادي سمع هذي الخبار ولا من اللي غادي قرأ هذي العنوان هناك خبار خرج اليوم تيقولك أود أنه الآن المغرب غادي يبيع ports للممونية لأنه عنده أزمات في الميزانية هكي المغرب كل مرة أن يوا�도هو أزمات مالية على طول السنوات الأخيرة لديه أزمات في البنية تحت إيّاك يعيش أزمة في الساكان يعين إنساء المغربي تعاني الأزمة منذ سنين طويلة ولكن من ort aplic في الموضوع كان القوة المغربية فيسلطوا بن不对 يعني بحيالة الدول هاتف بوجه من произошر الأزمية من الأن في الحديث هو القادم فيها ليس له في صحيحة مثالما هو مبدعم في شهة جديدة من questi PTSD على السكان المغاربة يجب أن يكون هناك إمكانيات وعلى الشغل يجب أن يكون هناك إمكانيات ولكن عندما تأتي بأسلحة يجب أن تكون لديهم الإمكانيات وليس فوق الإمكانيات لأن الدولة ستصوروا أن سنخسر أربعة من المليارد دولار في التعليم والصحة والأجور ستكون مشكلة ولكن من الذي تجيح الأسلحة المغرب لا يبقى لديه مشكلة يعني تجيح الأسلحة التي تشرق من أمريكا المغرب لا يبقى لديه مشكلة لديه الفلوس وهذا هو الدليل الذي يقول لك أن المغرب سيخرج أربعة من المليارد فصيرا 25 لشراء 36 هليكوبتر أباتشي كيف تتعرفون قبل أن نذهب للقاء تتعرفون أن المغرب دولة محمية تحمي دول الاتحاد الأوروبي لأنها دولة المغرب دولة استثمار بالنسبة للاتحاد الأوروبي كالقومة الأمريكا تحمي المغرب لأنها لباز في المغرب لا يوجد شيء مشكلة سيكون لديه مشكلة مثلا سياسي لا يكون المغرب لا يمكن أن تكون حرب في المغرب لا يمكن أن يقوم حربا على شيء في المغرب لأن المغرب لا يملكه المغرب ولكن تملكه الدول الأجنبية والأجنبية هذه القادية مفروغة منها لأن المغرب يقول لك لأننا سوف ندخلوا في حرب واذا عباد الله شريح 36 طيارة أباتشي لتحارب بأير بوليزاريو ماذا؟ يعني عيب كذوب لماذا تكذبوا عليه؟ السبب الحقيقي الذي سوف نظره عليه من الأمريكان سوف نقش هذا القادية سوف نقش هذا القادية سوف نظره لماذا مثلا المغرب سوف يشتري هذه الأسلحة التي نرى كل سنق أول مرة إذا رجعتم مثلا الفيديو الذي كان نظر فيها على شراء الأسلحة من الدول المغربية هذين تخلعوا المغرب عنده واحد ترصانة عسكرية التي لا تتصور يعني ترصانة عسكرية لمناطقرات ومن الصواريخ ومن الدبابات يعني إذا نرى مثلا الميزانية والضرائب من المغربة فيما يمشون ولا يمشون في التعليم ولا يمشون في السحة ولا يمشون في البنية التحتية ولكن يمشون لشراع الأسلحة ماذا يخلص هذا الواحد لا يمشونين يخلصون لا يمشون الوزراء لا يمشون البرلمانين لا يمشون المالك لا يمشونخ لكن هذه المبالغة المالية الهائلة هي تخرج من ضرائك أنت أيها المغربي 36 طيارات صدقة عليها الحكومة الأمريكية لتمشي اتباع المغرب أي إنسان مغربي هنا أي إنسان مغربي سيسأل كيف يمكن لدولة ستعيش جميع هذه المشاكل الاقتصادية والسياسية والاجتماعية كالقوم مشاكل في الصحة في التعليم في حرية التعبير حقوق الإنسان وكان عاني يوم الأمن يعني كنشوفوا مثلا ارتفاع الجريمة في المغرب كنشوفوا مثلا واحد تقرير خرج مؤخرات يقول لك أن 25 طفل تترمى في القمامة يوميا يعني أطفال يولدون ويرمون في القمامة يوميا 25 طفل يلقوهم في القمامة في المغرب يوميا وهذا تقرير رسمي من منظمة إنسانية مغربية وهذه إنسان مغربي وقالت مسؤولة هي اللي قالت هذا الرقم 25 طفل يلقوهم في المليوح يوميا في المغرب رغم هذه المشاكل كلهم المغرب يعني يلقوا عندهم ناس اللي يدرسوه يقوموا بدراسات كيف يشترون أسليحة ولا يستعملوا له اسلحة ولكن لا تدريسون الناس ليجعلوا غير طبيآة ولكن لا يناس يزال فكرة ولا يدرسون كيف يصلحه التعليم كيف يصلحه الصحاحات يبدل تناقض الدول المغريبي لم يتحدث نية ويمكن لديه استعداد لتخدام المغريبي الذي يتنمجه كل شيء أنهك أيها المغريبي سيقوم بتتعيسي 40 مليار الدولار وكلها أسلحة إذا لم تقدم المالك من ستجلبه أو لا تريد السلم ستجلب المغريبي كانت مغاربة ما سيتخلصها لكي يترى مثلا من المغرب يمشي كي يشري أسلحة من عند أمريكا لا يمشي المالك المالك لا يمشي فيها عند أمريكا يقول أنه مغيت أسلحة لا يقولون انه لا تنمثلوا شيئاً ولكننا الحكومة وحسنا مسؤولين من الدولة المغربية هم اللي يجبونهم ينقشوا الناقش من حكومة الأمريكية لكي يشريوا هذه الأسلحة وما هو المسؤولين المغاربة هم الحكومة المغربية هما ذلك الناس ينتقبهم المغاربة هما ذلك الناس Pla quelqueين يصوتون لهم المغاربة هما الذين يقومونor بهذه العملية هما الذين يقومون بهذه المباحثات هما الذين يمتشون急 الاتفاقيات الناس هاذين يكون ذلك هما الذين يمكنهم كه Stage Т yogh��� goodbye سوف لن تستعمل هذه الهليكوبترة تليمان ربعات المليار دولار ستوقف في غارجات المغرب وتخصها مثلا تخصها مثلا الحراسة تخصها مثلا قطعة المليار تخصها الزفد الحواجية يعني هذه الربعات المليار مثلا التمل الإيجالي ولكن غير التمل الأولي لأن من بعد المغرب سيجيب هذه الهليكوبترة هناك اصميتهم خص وسائل النقل خصمتين في غير التحطو خصمتين في غير التحطو خصمتين في غير التقليل يعني هذا شيء يدخل في مبالية مالية التي تكون تجاوز 4 مليار دولار ولكن هما نتيجة يقولك نحن نخص سيارة أباتشي إلى استعداداً لحرب ولكن لا يمكن أن تكون حرب في المغرب مع هذه الحرب التي تتنود في العامل غادي يتنود مع الجزائر ما يمكن أن تتنود مع موريتانية وماذا المغرب مثلا غير يدرحها يعني هنا تخرج يعني هنا غير بعد ذلك واحد القديف دول المتقدمة إذا أردت مثلا الدولة تبيع أو تشري أو شيء عالي مثلا بالماليارة الدولات يدرس في البرلمان ويتناقش ويتشوفه ما يصادقه عليه أو ما يصادقه ويشوفه الميزانية ديال الدولة يشوف مثلا الخزينة ديال الدولة ويش مستعدة أنها مثلا تؤدي ذاك المبلغ المالي عاد كتكون مصادقة أولاك إحنا في المغرب لأنه ما كنت شاء تخرج به قاعدة حتى يخرج خبر يقولك هل تدي المغرب را غيشة لطيارات ما عرفناش يعني كيف هاجدوك الطيارات وش هاجدوك تناقشه في البرلمان وعليش غادي وكيف هاجدوك تستعملوا ذلك الهليكوبترات في البرلمان يعني ما كنتش مناقشة مثلا مثلا شي مناقشة في البرلمان كتناقش أن المغرب سيشتري ستوتيت الهليكوبتر أباتشي أمريكا للثمان ديال مرعاد المليار ديال الدولار ما كنتسمعوه هاجدوك هادشي كيدوهواليس هادشي كي يناقشوه كي يناقشوه الناس ناس يعني يعني وكي يناقشو ذاك الواسط اللي كي يحكم المغرب لأجهزة الأمنية وهادشي يحكم بحل السعودية السعودية كتقدم رشوة أمريكان باش يحافظوا الحكم ديالهم في السعودية وهادشي اللي كي يطرف المغرب المغرب دابا هادشي لها هادشي حبا ولا انه يعني مستعد غير دير حرب ولا غير سيعمال هادطيارات هادو ولكن غير باش باش يساعد يعني بحال 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 بديل تبادل المصاريح فوالا ارغنشتري معندك اسليحة ولكن انا خسك تحضيني انا اللي كي انا خسك تحافظ عليها وخسك تخليني مثلا وهادشي اللي كي يوقع في جميع مثلا دول الدول الدكتاتورية ونجي نشوف مثلا المغرب هو اول دولة كيدفع هذا الرقم دير ربعات ومليار فاصل خمسة وعشرين لهذه اسليحة قاطر اللي عندها المغرب وعندها البترول وعندها الغاز وعندها كل شيء يلا خسرت ثلاثة مليار دولار مصر اللي كنشوف الاقتصاد دياله كدير يلا خسرت مليار ديال الدولار مجال المغرب وحط من الرقم القياسي وحط ربعات المليار فاصل خمسة وعشرين دولار لشراء هاد الهيليكوبترات الاباتشي التي سوف لن تساعد المغرب في شيء وصوف لن تساعد المغاربة في شيء وحطة الربعات المليار تمشي لجهات أخرى الخاصة تشوفوا مثلا التعليم رغم دير انه بواحد مراقشة وكدروا واحد درسة في المغرب تقول لك كلهم يتعلموا لانه قد تضي البنية التحتية وما يمكنش الظروف وكده وما يمكنش يمشي ويعيش في الظروف الجبالية والظروف القاحلة وظروف 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 ولكن كان جيوتال هاد اللعبة وكالقواسات هلوك يديروها هذا هو المشكلة للمغرب فلق كيف قال لكم الرأي الاخير وانتم اللي يعجبوا الموضوع يدير تعليق يدير تعليق يدير تعليق يدير تعليق نيغاتيف يدير لايك وفلق وهاد الشي اللي كان وكانت في 8 مليون سعيد واسبارك الله عليكم وإلى فيديو آخر والسلام عليكم اشتركوا في القناة